في الوقت الذي يستعد التلاميذ لخوض امتحانات الفصل الأول لازال تلاميذ قسم السنة الرابعة بابتدائية أبو القسم حمو الحاج بغردايا ينتظرون أستاذة اللغة الفرنسية التي هي في ثالث عطلة مرضية لهذا الموسم أولياء التلاميذ يخليوا خدمتهم شاك جوري يخليوا خدمتهم على جل هذه المشكلة وقدرنا استخلاف شاك فيه ويعطونا استخلاف عمله ونحاولنا الاستخلاف وعام سنة هذه دخلت أول كونجيذ مرضية بعد يومين دخول المدرسي دارت كونجيذ مرضية عشر يام وبعده عشرين يوم وبعده مواصف في ثلاث جور دور كارانا طالب الوزارة بها تفتح تحقيق في هذه العطلة المرضية كيف أستاذة من العام الأول في عطلة المرضية والسنة تدخل للموسم مباشرة بعطلة المرضية متتالية إلى يومين هذا الأستاذة لا ترغب في مزاولة عملها في المؤسسة لبعدها عن مقر إقامتها حسب الأولياء فيما يرى مدير التربية وجوب البحث عما وراء هذه العطل المرضية والطعن فيها وضعت شهادات طبية تقول بأنها مريضة الآن نحن في إجراءات الطعون ضد الشهادات الطبية وإذا ثبت بأنها تتمرض فستتخذ الإجراءات القانونية بالنسبة للتلاميذ فهناك استخلاف للتلاميذ والتلاميذ يدرسون اللغة الفرنسية ويكون الأستاذ من المنيعة في بريان ويكون من متليلي في غردايا هذا واقع في ولايتنا ولا بد أن نحترمه اتخوف الأولياء من تكرار سيناريو الموسم الفارط الذي كان يشبه إلى حد بعيد ما يحدث هذا الموسم وبين هذا وذاك يظل التلاميذ الضحية الأولى والأخيرة فهل تتدخل الوصاية لوقف هذا العبث الذي يهدد مستقبلهم؟ ترجمة نانسي قنقر